اشتركوا في القناة إذا حسبنا كل جيل 30 سنة نضرب 30 في 7 يعني 210 يعني أقصى شيء ممكن شخص يقدر يوصل له أن يعرف اسمه منصور بس اسمه بس كش ما تعرف عنه إلا إذا منصور كان فتكاتب أو كنترك فرد شيء أو كنترك أثر فأنا سؤالي هو أش نعرف عن الماضي؟ ماضينا ما عدنا معلومات إلا اللي نشوفها مكتوبة أو اللي نسمعها من الناس يتناقلوها شفاهيا هذا فرد السؤال يطرح نفسه علمياً جداً مهم جداً مهم لأنه كثير من الناس يعتبرون الشيء اللي يعرفونه هو الحقيقة ومصدرهم هو إما الكتب المقدسة ويقرون الكتب المقدسة قراءة حرفية فيضيعون في متاهات يحفظوها يتناقلوها يحكوها الأولادم وأولادم يحكوها الأولادم هاليوم راح أنطيكم فد نموذج وراح أوديكم فد سفرة إلى الماضي وأقلكم بأنه من أنا طفل أحب الجغرافية وكنت متأثر بقصص الكتاب المقدس بس كنت أتساءل هل يا ترى الطوفان المذكور في سفر التكوين وقصة نوح وهذه السفينة اللي شالت حيوانات هل يا ترى كنصار تاريخيا فد كارثة كونية جولوجية حقيقية واقعية خصوصا نعرف بأنه قصة الطوفان ما هي موجودة فقط في الكتاب المقدس قصة الطوفان اللي عدنا في الكتاب المقدس مكتوبة في حوالي خمسمية قبل الميلاد يعني قبل ألفين وخمسمائة سنة لكن الكاتب العالم السميث اللي كان يشتغل بالمتحف البريطاني سنة ألف وثمانمائة وستين بعد ما أخذوا مكتبة أشور بانيبال من نينواء وداها القنصل البريطاني إلى لندن وبدأ هذا السميث كان يعرف القراءة الكتاب المسمارية واكتشف قصة الطوفان عند الأشوريين مكتوبة قبل الكتاب المقدس بألف وخمسمائة سنة وصار ضجة ذاك الوقت شون يصير معنات الكتاب المقدس كالنقل والكتاب المقدس نعرف هو كتاب موحى وأكو اختلاف بالقصتين وهذا سوى ضجة بوقته بقيت أنا محتار شلون أشيك هذه القصة إذا صارت من ناحية العلمية وقعية في مكان ما نحن نعرف رح نشوف شوية لك أنه ما كان جاء تاريخ العالم فترة بينوا مطر غطى الكرة الأرضية لأن ماكو ماي كفاية يغطي الأرض بحيث الجبال تصير تحت الماي ماكو كمية الماي اللي عندنا بالعالم محدودة هي هي إما على شكل سائل أو على شكل جليد أو على شكل بخار بس هذه الكمية ما تزيد وما تنقص لمن تبين تنقص يعني معناته القطب الشمالي والجنوبي يكون متجمد ولما نذوب القطب الماي البحار تزداد ورح نشوف أنه بالتاريخ أكو فترات بس هذه أغلبها الإنسان ما شافه وما لحقه فديوم كنت في في أمريكا في نيويورك ومن أصل باريس أو نيويورك أو لندن أول شيء أسوينه هو أروح مكتبات أروح أدور مثل واحد يدور له صيدة بلك يلقي لي فرد شيء وفعلا أذكر وقعت عيني على كتاب هذا الكتاب اسمه نواء فلد طوفان نوح ولما قرأت العنوان الثانوي مالو يقول هذا الحدث الذي غير الاكتشافات العلمية الحديثة بخصوص الحدث الذي غير التاريخ قلت هذا أكيد رح يجاوب على سؤالي لأنه سؤالي هو علمي وسؤالي هو ديني كتابي أشجب هذه القصة حتى تدخل بالكتاب المقدس شلون وهل أعمل مثل كثير ناس لازم واحد منهم غلط إما العلم غلط أو الكتاب المقدس غلط فقسم يقولون الكتاب المقدس كل قصص أساطير ما بيها فائدة وقسم يقولون لا بما أنه الله كن أوحى بينه ما ممكن يكون غلط إذن أنتم يا علماء اسكتوا واطلعوا بغا فاشتريتونه الكتاب كانت سن تسعة وتسعين الف وتسعمية وتسع وتسعين وبدأت أقرانه وقررت أن أترجم فعلا بمساعدة صديق اسمه فارس بطرس اشتغلنا بينه كان بينه جوانب علمية مهمة ترجمتونه ترجمتونه ونشرتونه بمساعدة بيت الحكمة في بغداد وكثير منكم يمكن كنسمعوا بينه بس راح اختصره الكم واختصر المسيرة المعرفية اللي قادتني حتى أترجم هذا الكتاب لأنه هذا خبرتي مع هذا الكتاب راح تساعد على هذا التوازن بين العلم والإيمان لأن لازال اليوم كثير ناس يتعاملون مع العلم باسم الدين بتشكيك وحذر يمكن في اليوم بأحدى المحاضرات راح نتكلم عن داروين عن نظرية التطور ولازالت هاي النظرية تثير كثير من الشكوك والقهر عند بعض الناس بحيث قبل فترة قبل كم سنة شفتوا أنه وزارة الأوقاف التركية كان طبعت فت كتاب جميل جدا ثمين ضد داروين وحتى تحامي الديانة من هذول العلماء المفسدين اللي يريدون يخربون عالمنا لا بل قبل كم يوم شفتوا يوتيوب فد واحد شيخ من السعودية يأكد بأنه الأرض مو كروية الأرض منبسطة وكل من يقول كروية هي هو غلط وجاهل المشكلة أشني المشكلة هي أنه نحن نفكر بالعلم بطريقة دينية أو نفكر بالدين بطريقة علمية والحال العلم ما يصير نتعامل معانه بطريقة دينية فنعتبره كأنه مذهب أو ديانة ولا ديانة نتعامل معاها بطريقة علمية وكأن كل شيء جاء بالكتاب المقدس هو حرفيا هالشكل راح تقلوا لي لكان هي الكتاب المقدس كان هو أساطير نحكي شوية عن الأساطير وهذه قصة نوح هي أسطورة بس أريد أن نبهكم على كلمة أسطورة العربية كلمة أسطورة باللغة العربية ما هي كثير عربية أسطورة أسطورة جاية من اليوناني إستوريا إستوريا شوفوا بالإنجليزي نقول ستوري يعني قصة وهيستوري يعني تاريخ بينما بالفرنسي إستوار تعني تاريخ وتعني أيضا قصة فإذن الإنسان من يتعامل مع ما يحكى ما يسمع هذا الإنسان عادة ميالي إلى أن يصدق شون يصدق يعني يعتبر فرد شيء ما يتغير ثابت وإذا جبنا له فرد معلومة أخرى سأتزعزع فأنا اليوم سأحاول أنطيكم تلقيح ثلاثي مثل الأطفال حتى يصير أدكم مناعة هم علمية وهم دينية ها دينا نطيلم مناعة علمية ودينية ليس فقط أنت تسوي مناعة بالمختبر مالكي أشنو العجبني بهذا الكتاب العجبني أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة تسعة وثمانين بعد سقوط جدار برلين سنة تسعة وثمانين كان أكو منطقة هذه المنطقة بحر الأسود قد تشوفون هوني هذه شبه جزيرة القرم هذا الاتحاد السوفيتي هوني أوكرانيا روسيا هذه المنطقة كانت منطقة عسكرية يعني جيش السوفيتي كان معسكر في أوكرانيا أنت قد تنصي وتعلي بالميكروفون من هو قد يعلي وينصي بينه ها أوكي يعني أشوف دي يصير صدق نرجع شوية إذن هذه تركيا وأدكم هذا البحر البحر الأسود كان ممنوع ممنوع منطقة توترات هائلة جيوش هائلة العلماء كانوا يتوسلون حتى يروحون يدرسون شوية هوني أشكوا أشماكوا ما كان يقدرون فمن سقط الاتحاد السوفيتي هذولي الاثنين علماء وليام راين ووالتر بيتمان أخذوا سفينة وراحوا مطلبنا تسدون التلفونات راحوا إلى هذه المنطقة أخذوا سفينة واشتغلوا علي اشتغلوا علي هذه المنطقة سأشوفكم أشعملوا هذول الاثنين راحوا اشتغلوا قد شوفون هاي السفينة بدت من هوني من اسطنبول قد شوفون هذه الخطوط تبين المناطق اللي اشتغلوا عليها هذولي علماء اختصاصات بيولوجية جيولوجية أحياء أخذوا معاهم فريق من العلماء سفينة كاملة علمية وعملوا في الطريقة يسموها طريقة الجزر كاغوتاج بالفرنسي اشني طريقة الجزر يعني سفينة البحر البحر ماء جواتوا اكو ارض رادوا يعرفون اذا هذا دائما كان بحر لو لا ليش لأنه اكو بينو فتشي تعرفون كل البحار كل البحار بالعالم متصلة ببعضه كل البحار متصلة ببعضه اذا تشوفون هذا البحر اتصالوا بالبحار الاخرى من بس من مضيق البوسفور مضيق البوسفور جدا جدا ضيق والبوسفور جبل اذا تروحون اسطنبول راح تشوفون اكو جبل هذا الجبل اش كنصار بينو هون تشوفون هالمكان هذا بحر مرمرة وهذا بحر ايجا اذا هذه المكان مكانت دائما بحر هوني بالقمر الاصطناعي اشون نشوف مضيق البوسفور اوكي هذا جسر باسطنبول فوق البوسفور شوفو يعني كنه نهر مضيق صغير السفن تعبر كل البلاد اللي حول البحر الاسود لازم هذا المضيق تعبر ولهذا تركيا تكسب فلوس كثير من مضيق البوسفور حق السفن اللي تعبر زين احنا نعرف جولوجيا وتاريخيا بانه الماء الماء مع البحر المتوسط قبل 12 الف سنة كان انصى والدليل انه الاسكندرية جوه منارة الاسكندرية هسه هي تحت الماء بذاك الوقت كانت فوق الماء بحر الابيض المتوسط كان انصى خمسين متر خمسين متر الماء كان انصى معناته ما كان اكو ماء هوني بهالمنطقة كافي حتى يعبر على البحر على البحر الاسود ما كان اكو شيء اسمه بحر اسود زين لكن اش كان اكو بمكان البحر الاسود هذه اللي رادوها صاحبين ويليام راين ووالتر بيتمان اش سووا سووا تقنية الجزرة يعني ياخذون بوري ياخذون بوري ويدقونه باسفل البحر يدقونه باسفل البحر اش ياخذ البوري ياخذ الطين الموجود هذا الطين باسفل البحر ياخذون طين ثخنه خمسطعش متر كل بوري يطوله خمسطعش متر يدقون 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 بعدين من يطلعون يقصون البوري يطلع هذا الطين يجون يفحصون هذا الطين اش يطلع بينه يطلع بينه الاشياء البقايا مال مئات السنين التراكمات بالبحر يصير تراكم اش طلع بينه هذا عملوا مثل ما شوفتوكم تسع سنين تسع سنين فحص لاعماق البحر فاكتشفوا اكتشفوا بانه هوني كان اكو بحيرة بحيرة ماي حلو ما كان اكو بحر لانه ماكو اتصال ماكو اتصال هذه سورة العالم سنة 12500 قبل المسيح كان القطب الشمالي يصل الى فرنسا والى المانيا ويغطي العالم تقريبا هذه يسموه الفترة الجليدية الرابعة كان يغطي هذا الثلج هذا الجليد اللي كان يغطي الكرة الارضية الى يعني كله بلاد الاسكندنافية سويد ونرويج وشمال اوروبا كله كان تحت الثلج تحت الجليد مع القطب الشمالي فكانت هوني انهار الذوب وين تصب تصب في هذا المكان البحر الاسود ولقينا تحت البحر بقايا بشر عاشوا بذيك الفترة واكتشفوا الزراعة اكتشفنا حبوب اكتشفنا فخاريات قطع الشربات قطع فخاريات داخل هذا البوري اكتشفوا تسع سنين هاي السفينة قد سوي دراسة على اعماق البحر وقدروا يعرفون فريتشيه قدروا بالضبط من هاي البقايا الموجودة بأعماق البحر قدروا يعرفون اي سنة انكسر مضيق البوسفور صار زلزال ما نعرف كن صار زلزال كن صار هزة ارضية مضيق البوسفور انكسر وذابت هاي الكالوتا هاي الشفقة هاي الكالوتا ما الكرة الارضية ذابت ذابت البحار صعدت بحر الابيض المتوسط جاء يضرب على جبل البوسفور وصار زلزال وينشق الجبل وجاء الماي ما البحر المتوسط وين راح انتش على هذيك البحيرة ما الماي الحلو اللي كان اكو شعوب عايشة حوالي هذي الشعوب اللي كانت هون باي المنطقة كانت تعيش قبلش قد قبل اثناعش الف لان هاي المنطقة من خلال البقايا اللي ادنا هي من اقدم المناطق الحضارية بالعالم هاي مخترعوا الخبز اخترعوا الحنطة لها الساعة ادنا قرى ادنا قرى قريبة من المنطقة ادنا قرى بجنوب تركيا شمال تركيا ادنا حلب اللي كان بياه حضارة قديمة جدا يا جماعة الكارثة اللي صارت كانت سنة سبع تلاف واربعمية قبل الميلاد انكسر الجبل وجاء البحر المتوسط وانطش على هذول الناس انطش بدأ ينطش شوية شوية طولت هذه الكارثة اربعمية سنة فبما انه الماء كان يجي شوية شوية مثل شلالات نياقارا بس بالبداية ما بينت بس قامت المياه تصير مالحة جماعة مالح عليهم وشوية شوية هاي كل المعلومات بدأنا نطلعها منين من هذا الغرين الموجود في اسفل البحر وهالشكل سنة سبع تلاف ومية هالشكل الكارثة بدأت تكبر وصارت مية مرة المياه اقوى من شلالات نياقارا مية مرة اقوى وتحول هذا البحيرة تحولت الى بحر الناس اللي هون قسم ماتوا قسم لحقوا ينهزمون هس راح نشوفت خريطة وين انهزموا هاي هذا الشعب اللي كان بهاي المنطقة قد شوفون هاي خريطة الشعوب اللي انهزمت من هذه المنطقة الهرب اللي صار من هذه المنطقة بجميع الجهات دا تشوفون اكو خط هذا خط العبيد منطقة العبيد هي منطقة بين سامرة وبلد بشمال العراق هاي يسمونه عصر العبيد اللي هو بحدود خمس تلاف قبل الميلاد قبل السومريين يعني بعد العلماء مالتنا العراقيين ومنهم الله يرحمه دكتور بهنام ابو الصوف حكيتوله على القصة وبدأنا نتناقش وقرأ هذا الكتاب وقال اللي دوختني لانه كل الأشياء اللي درستوها تبين انه تبخرت ليش لانه كان يعتقدون بانه السومريين هم من أهل البلد وإلى آخره بس بالحقيقة لا لغتهم ولا تقنياتهم السومريين شعب غريب غريب عن المنطقة الأكريين والآشوريين والبابلين هذولها شعب جاء من جنوب الجزيرة العربية من يمن من هذيك المناطق لكنه السومريين لها السمحة كان يعرف فأنا من لقيته هذا الكتاب في نيويورك وقرأتونه وقرأت النتائج اللي وصلوا هذولي العلماء هذولي العلماء على ضوء هذا الاكتشاف قلتوا لابد لابد أنه أكفرت حقيقة تناقشتوا مع كثير من الباحثين والتعرفون الاختصاصيين غالبا ما يكون شوية عندهم عناد لأنه اختصاصهم ممشلبين بينهم ما يريدوني غيرون رأيهم بس أنا يعني أصريتوا على أنه هذا الكتاب أوكي قرونه قلوا لي إذا بينه شيء غلط فكان فالتحدي كبير وجديد من نوعه ومقلق للقناعات العلمية مو بس القناعات الدينية بس القناعات العلمية هذولي أش عملوا هذول الاثنين العلماء اللي نشروا هذا الكتاب طبعا كانكم معهم فريق كبير من العلماء راحوا درسوا كثير أشياء مثلا راحوا درسوا الأساطير أنا مرة سافرت إلى فنلندا وكان عندي شوية رغبة أن أشوف هذا البلد فنلندا فنلندا عندهم لغة غريبة لا تشبه الروسي ولا تشبه البلاد الإسكندنابية ولا تشبه السويدي ولا النرويجي ولا الدانيماركي فنلندا عندهم لغة غريبة يتيمة يقولون اللغات اليتيمة بالعالم أربعة العلماء اللغة ما لقوا لأخوات أربعة من هي الفنلندية والمجرية هنغاريا ولغة شعب الباسك في جنوب فرنسا والشمال إسبانيا والسومرية زين الجاب السومرية على فنلندا والجاب هنغاريا على الباسك ليش هالأربع شعوب هي تعتبر لغات يتيمة فمن طلع هذا الكتاب ونشرتونه وبديت أحاول أفهم هون افتهمنا أنه هيم هذول الشعوب الأربعة بقايا الناس اللي كانوا ساكنين سنة 12500 قبل الميلاد في هذه المنطقة وغرقة منطقتهم هاجروا كل من راح بوتشو قسم راحوا إلى شرق آسيا وقسم صعدوا إلى روسيا وفنلندا وقسم راحوا غربا إلى رومانيا وهنغاريا وقسم راحوا شوية على الهند وجووا بعدين إلى العراق وسكنوا في جنوب العراق ولهذا هذا يفسر ليش السومريين عندهم علاقة مع الهند وبيناتنا الحكي نحن أهل كاركوك عندنا منطقة اسم عرفة هي بالحقيقة الربخة الربخة هي مدينة في شمال الهند في سنة 4000 قبل الميلاد يمكن هاجروا هذولي من الربخة وجووية السومريين وسكنوا في منطقة كاركوك بس هاي ينراد لها شوية بحوشة أكثر حتى نقدر نفهم حتى نقدر نفهم اشجاب الهند على شمال العراق وعلى كاركوك زين نرجع إلى أصحابنا هذولي اللي كانوا ساكنين في هذه المنطقة إذن الكارثة الكونية اللي يعتقد هي في أساس قصة الطوفان حدثت سنة 7000 قبل الميلاد هل قد انصدموا هل قد هذولي الناس بقيوا يحكون لأولادهم شلون انهزموا من هذه المنطقة بحيث مرت 5000 سنة قبل ما يكتبون القصة هسا سألتوكم منو ممكن يذكر قبل 200 سنة ما حادي يذكر فأنتم تخيلوا أجدادنا الناس اللي هربوا من هذه الكارثة أشون كان يتعاملون مع الأحداث بالكلام ما كان عندهم غير التقليد الشفهي ما كان أكو كتب الكتابة اللي ظهرت في جنوب العراق عمرها بالضبط 5000 سنة منها الساعة يعني 3000 قبل الميلاد انكتبت أول النصوص المسمارية في جنوب العراق وبعدها ب200 سنة مصر كتبت أول النصوص الهيروغليفية في مصر قبل هذا الناس عاشوا مئات الآلاف من السنين بلى كتابة أش كان عندهم كان عندهم قابلية الحكاية إذن الأساطير أشني الأساطير كنوز كنوز بس هذه الكنوز لازم واحد يتعلم شون يقشره داخل الأسطورة أكوفة محور أكوفة قصة إيه مال يجي يحط من عنده شوية اللسان ما بينوا عظمها يجي يحط شوية منها شوية منها بس الباحثين اللي تعجبهم الأساطير أشي يسوون يعرفون يعرفون إذا يجمعون نفس الأسطورة من فنلندا من جنوب العراق من هنغاريا من شمال إسبانيا يعرفون شلون يقشرون الأسطورة ويطلعون اللب مالا ويقولون هذا عنصر قديم هذا عنصر جديد هاي قصة قديمة هاي قصة جديدة فالأسطورة أش تاخذ تاخذ معلومات من زمانة اللي يحكي القصة يضيف من عنده ولهذا هاليوم عندنا تقنيات شلون نحلل القصص والأساطير قصة نوح المكتوبة بالكتاب المقدس هي أحد العناصر اللي الكاتب أخذها أخذها من مجتمع مالته حوالينه ناس يحكون أنه كان صارفة كارثة جين شو ما ماتوا كلتهم ما ماتوا لأنه هذا شخص كان الآلهة تحبه وسوى سفينة وحط بيه حيوانات وهكذا أنقذ أنقذ ولهذا رح أشوفكم التأثير هذه مثلا ختم استواني سومري عن سفينة والحيوانات هاي هذا يختلف عن هون عندنا أقدم خريطة للعالم هاي بابل هاي بابل هذا جبل يحيط بيه بحر هذه المنطقة اللي ما تشرق الشمس هوني بابل تقول هذا المكان اللي حدث بينه الطوفان ها إذن بابل ينظرون إلى الشمال يقولون الطوفان حدث بالشمال ما غلطانين كثير ولو بابل هذا هذه مكتوبة سنة تالتلاف والطوفان صار سنة سبعة تلاف يعني قبلهم أربعة تلاف سنة فهذا الشيء بدنا نتأكد منه لكن ها كتاب المقدس يقول وقفت السفينة على جبل أرارات هذا جبل أرارات هذا أشوفه من غرفتي هاي الصورة من غرفتي من كنتو بياري فان عند سيدنا سيدنا البترك مال إجميات زين كنتو ضيفه فأخذت السورة مال جبل أرارات بس الأرمن ما يسمونه أرارات يسمونه سيس وما سيس هذا الكبير هذا سيس وهذا الصغير ما سيس أشنو جبل أرارات كتاب مقدس أخذ تقاليد بينما أكو تقاليد أخرى أكو تقاليد أخرى تقول ما هو أرارات هو جبل جودي تقاليد تركية جنوب تركيا تقاليد كردية تقاليد آشورية آشورية تقاليد مسيحية شوفوا هاي هاي المعتقدات حتى قسم يقولون بالنجف وقفت وقسم يقولون مكة وقفت السفينة وأكو كثير حكي حول وين وقفت السفينة بس يعني عقلانا إحنا ما نقدر نتخيل فالسفينة حتى اليوم تايتانيك ما تقدر تشيل واحد بالألف من حيوانات الكرة الأرضية ما ممكن وهذاك الوقت لا التقنيات ولا شون كانت هاي السفينة بالحقيقة هاي الصورة تبين الشون كانوا يحكون القصص أيام زمان عندنا عميان كانوا مشهورين بالقصص العميان أشهر أعمى بالتاريخ يحكي قصة هو هوميروس الأساطير اليونانية هوميروس إحنا عدنا داود كورا صحيح هو اللي بواسطته النقل اللي تشمت بابا برونا بالقرن التاسع عشر لكن هذه القصص اللي أخذ الكتاب المقدس وحاول أن يحكي النهية أشعمل الكتاب المقدس دائما كعادته ياخذ قصة ويلبس طابع إيماني راح راح يحط راح يحط راح يحط راح يحط بيا شوية درس حتى لأن الناس تعرف قصة الطوفان يحكوها أبا عن جد فهو أش سوى حتى كإرادة الله غير الإله مردوخ أو الإله إيا وحط الله وحط سواها قصة العهد استعمل كلمة هذا عهدي بينكم سوا قوس وقزح قوس وقزح ما تشوفونه بولا بولا وحدة من الأساطير القديمة فإذن هذا اختراع إضافة من كاتب النص مال سفر التكوين أكو أكو فرد شي عهد فرح يحكي قصة آدم بالفصل أول والثاني والثالث من سفر التكوين ورح يحكي قصة نوح بالفصل عاشر وحادي عشر حتى يقلنا بأنه أكو عدة عهود الله ينطينا عهد وبهذا العهد هو عهد حب أشنو قوس وقزح بالكتاب المقدس أنه ما بعد أغرق الأرض كأنه الله يشبه فدأب زعل على ابنه بسكوا بسطة بسطة ما ليازي قهر بالأخير الأب ينقهر على ابنه دقوم أبوه دقوم ما بقى أضربك تو بحران ما بقى أضربك أنت أنت سويتني عصبي يا ابني فكأنه الله مثل هذا الأب نحن في مجتمع شرقي في مجتمع أبوي والمشكلة بين الأولاد والأهل دائما هي متكررة في كل زمان وفي كل مكان فيريد الكاتب أن يقول بأنه الإنسان هو ابن الله وبأنه الله حتى لو زعل مرات ما يقطع العلاقة في قصة آدم أكو شجرة ثانية ياريتي مد آدم إيدو ياكل من شجرة الحياة وفي قصة نوح أكو قوس قزح هذا عهدي لكم زين شلون هذا هاي بقى هاي القصص اللي تشوفون هاي اللوحات الكتاب المقدس هو اللي أوحى لهالرسامين شلون صعد الأشسمة هذه مني هاي السيدة هذه السيدة فتسيدة مشهورة عاشت بالعراق كثير سنوات اسمها جيرتروت بيل قبل الحرب العالمية الأولى جدت جيرتروت بيل إلى العراق وراحت قطعت كل العراق بالطول صعدت من الجنوب إلى الشمال يقال هي اللي صنعت الملك جابت الملك فيصل الأول وأنه هي ولورنس العرب هي من اللي عملوا السياسة العربية قبل أكثر من مئة سنة بس هذه المرة كانت ذكية وعالمة صعدت وأخذت هذه الصورة فوق جبل جودي شيايه جودي بالكردي هذا جبل جودي اللي إذا رحت ملزاخه تصعدون فوق الجبل يبين هو في تركيا بالمثلث التركي السوري العراقي هذا جبل جودي أكو بينه هذه بقايا اللي شافتها جرته دبيل سنة 1911 هذا الجبل كان بينه دير كان بينه دير وهذا الدير أش اسمه هذا الدير اسمه دير آبون دير آبون إما آبون آبون نوح آبون نوح يعني هذا الدير كان بينه رهبان من القرن الرابع يسكنون بينه ويكرمون قديس نوح بحيث هم سويتوا دراسة حول منطقة منطقة هذا الجبل شفتوا أنه كثير من القرى لا زالت تحمل اسم نوح طبعا بين قوسين أسماء الأنهار والجبال والقرى ثابتة لا تتغير مئات السنين إذا مو آلاف السنين عندنا جمعتوا في سبع ثمين أسماء قرى بها اسم نوح بالأرمني وبالسورث وبالعربي بحيث بحيث أكو عندنا قرية كلدانية في تركيا اسمه بسبن بسبن بسبناية أشمعنا بسبن يعني بيث سبنت بيت السفينة بيت السفينة وعدنا في العراق قرية اسمه اسنخ 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 نوح وعدنا دير نوح دورنخ وعدنا شير نوح شرنخ طبعا خلال التاريخ الاسم يتغير بس أكو نوح أكو نوح معناتها هاي المنطقة بها كثير قصص وأساطير والناس يتناقلوها أبا عن جد أما قريتي أمراء فإحنا يسمونا مار أثقن وعدنا فدراهب نقول كنعاش تنت بالقرن السابع وهذا الراهب من كركو كان أصله صعد سكان في الجبال فوق زاخو إلى آخره فديوم أقرفت كتاب لكاتب مسلم من مصر اسم الكتاب الأسطورة والتراث لسيد محمد القمني أشي يقول يقول عندما وقفت السفينة على جبل جودي لم يكن لم تكن قمة الجبل مستوية فمالت السفينة وكادت تسقط فصرخ نوح بلغته الآرامية مار أثقن مريا أثقن يعني عدلها يا رب هذا النص مكتوب سنة تسعمية ميلادية يعني يعني مو جديد فمعناته هاي الأساطير اللي لم لمتوها خلال ثلاثين سنة مثل واحد مقدي يلملم من هون شوية ومن كل جدر كباية يلملم هاي حتى أحاول أفهم هذه القصة اللي جتي بالكتاب المقدس واللي جوه بعدين ليش تفتهمون ليش أنا رقصته أمام هذه المكتبة في نيويورك من شفته هذا الكتاب وقلت أخيرا راح يحلي المشكلة مال أجدادنا السومريين مو بس هاي هذول العلماء راحوا جمعوا اللغات وشافوا الكلمات وشافوا تقاطع القصص وشافوا بأن البشر رغم أنه ما يحفظ كل شي بس أجدادنا كانوا لأن ما يكتبون ذاكرتهم أقوى أنتم حتى لا تنسون تسجلون بس هما ما كانوا يسجلون لأن ما كان عندهم قلم القلم بدأ متأخر هيم كانوا يحفظون وكانوا يقضون المسويات مالم وهذا الشيء الرايع كان يقضون المسويات مالم في حكايات في حكايات لا تنتهي وهذا الشيء بالحقيقة موجود هسا عند كثير من الشعوب هذا شوفون هاي القثارة السومرية ها والناس في مسويات زقورة بابل كانوا يقعدون حول الحكواتي 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 شخصية مهمة جدا في المجتمعات القديمة يحفظ مئات القصص ويحط له يحليه ويجمله والناس تقضي وقته ماكو تلفزيون ماكو كل شيء يسلي فكان الحكواتي ينقل إلى الجيل الصاعد هذه القصص ولأن هذه القصة مع الطوفان مع البحر المتوسط ينطش فوق هذول الناس ويغرقهم وقليل نجو هذه القصة هل قد أثرت بهم بحيث صاروا يتناقلوها جيل أن جيل خمستلاف سنة ستلاف سنة إلى أن وصلتنا قسم مننا مكتوب عند الأشوريين وقسم مننا مكتوب في الكتاب المقدس وهاليوم قسم مننا طلع في أسفل البحر الأسود هذا البحر الجديد هو أكثر البحار ما عدا البحر القزوين اللي ما عنده اتصال ببحار العالم بس هذا البحر الأسود كان مثل قزوين ما عنده اتصال ببحار العالم فقرينا أسفل البحر وطلعتنا نتائج رائعة ما كو مثله فإذن ردت بس أقلكم بأنه هذا العلم اللي نحن نتعامل معانه لازم نتعامل معانه مو بسذاجة لازم نتعامل معانه بخبرة ودراسة وتراكم ونعرف أش صار ولهذا أي شخص من يسوي فتبحث ما يسير يسوي بحث من صفر لازم يقول أش قاله قبله حتى هو يضيف فرد شيء فهاليوم كل شي صار موضوع علم حتى الحكايات والخرافات والأساطير أكفرد ظو أروح أسحبه أكفرد خيط أروح أسحبه من القصة ويطلع لي فجأتان يطلع لي فرد معنى كان خفي على غيري قالوا قسم من الناس بأنه النظريات العلمية هي مقبرة مقبرة يعني تجي نظرية وتجي نظرية أخرى اتزيحها بالعكس العلم يتقدم بمراحل شي اللي نعرفه اليوم هو تراكم الناس اللي بحثوا ولهذا طريقة تقدم العلم إذا طبقناها على الديانة رح نكتشف بأنه الديانة أيضا تقدمت بواسطة العلوم اللاهوتية والعلوم والثقافات ودراسة الثقافات هاليوم الإنجيل ما ينقري مثل ما كان ينقري قبل ألف سنة أو مئة سنة أو خمسين سنة من أدرس لاهوت أدرس لاهوت بنفس الجدية والطريقة العلمية اللي استعملوها راين وبيتمان في كتابة هذا المؤلف فإذن إذا كان العلم يخاطب العقل الدين أيضا يخاطب العقل ما يصير نفصل ما يجيبوا العقل عن الشيء اللي يجيبوا الدين ما لازم الديانة تكون انفعالات ما لازم تكون عصبية ولهذا الكلمة اللي أكثر أسمعه بوسائل الإعلام اليوم عن الديانة هو التعصب أو السلفية أو الرجعية أو الإرهاب كله جاي من الجهل بالعكس أنا قدامكم حاولت دائما أن أصالح هذولي الأخين اللي أحبهم العلم والإيمان وأجيبهم مقاعدهم على الميزة قلهم انطوني شيء أنا بحاجة له العالم مثل الراهب يقضي حياته يقضي سنوات من حياته حتى ينطيني جواب على فت سؤال وحيانا يفتش وما يلقي فأقول له أنت فشلت يقل لي لا لقيته الطرق اللي ما لازم أنت تفوت بيا من تجي بعدي يعني لا تجرب شيء جربته فإذا حتى الفشل بالعلم هو مفيد يسوع يسوع يقول له الخطأ يسبقونكم إلى الملكوت ليش لأنه الخاطئ اللي يأثر قدامي استفيد من خبر خطيئته وما أقع بياه ها ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه خبرة الناس اللي قتلوا نفسه مع الكراسي وقتلوا نفسه مع الفلوس يسوع يجي قلم أها هاي من بخلتها أكيد رح تاكلها فإذا هذا الدرس اللي أشوفه عند الناس أشوفه أيضا عند العلماء إذن كان عندي فالشخص خطيئ فاليوم قطع أقله كان عنده ضغط وعنده سكر وعنده أمراض ويروح عند الدكتور ينطينه أدوية كثير فاليوم شافت برنامج على الأعشاب جا عندي قل لي خلص هذا هو هذا هذا هو للأطباء كلهم ما يفتهمون ماكو غير الأعشاب أنا رح أذب الأدوية ما السكر والأدوية ما الضغط رح أخذ أكل ثوم وأكل أكل الأعشاب طبعاً طبعاً الطباء الأعشاب وطب الأعشاب تكثر بالأزمنة ما تخلف عادة لأنه إذا طبيب الأعشاب يقول هذا الدواء الكيمياوي اللي أنتو تأخذه هو دواء غلط فهذا المسكين هذا المسكين بطل يأخذ أدوية وقطعه فجأة بعد كم أسبوع مات فأنا أصور العلم والديانة ما يصير يتعاملون بهالطريقة لا هي مجموعة حقائق لكن هي مجموعة منهجيات الديانة ما كل ديانة هي ديانة ولا كل تعامل مع الديانة هو تعامل ولا الملحدين هي أخطر من المتدينين أكو متدينين وسواسيين مئة مرة أخطر من الملحدين لأنه هذول يخربوا بيتنا هذول اللي جابونا هذا الإرهاب فإذن العلم والإيمان هم منهجين إحنا بحاجة علم ردت بس أضوقكم شوية الشيء اللي أنا تونست بينه خلال السنوات الماضية وجوا رسامين ورسموا شيء اللي تخيلونه بينما هاي شوفوا هاي سفينة سفينة من قصب وين تشيل شوفوا الفيل كنطلع رأسه من هون ما كنطلع ما كنطلع ما كنطلع رأسه ما كنطلع والزرافة والأشي اسمه ايه ايه فا واكو كثير قصص وحكايات ايه حتى اكو جبل من الطيارة هذا الجبل كنشافونه كأنه يشبه هايانو قد شوفون كأنه يشبه سفينة وبدوا يدقون طبل وزمارة طبعا هو جبل وكأنه يشبه سفينة وطلع الدعاية انه لقوا سفينة نوح لقوا سفينة نوح وتعال جيب ليل وخذ عتابة وكو ناس تصدق وكو ناس تحلف مئة يمين جابوا خشب متحجر من هذه المنطقة بس بالحقيقة هي كلتا اوهام في اوهام هذول اللي راحوا تسع سنين بس حتى يدرسون شكان اكو في اعماق البحر الاسود وجابوا لنا هذا الكتاب اللي يعجبه وبعدين خلي خلي يحاول ان ما عندي هوني ما جبته بس بقي في بغداد بس يقدر يقرانه حتى يستفيد انا اللي عجبني بهذا الكتاب انه المنهج ماله ساعدني ان افهم بنفس الوقت قصة من القصص الجميلة وبنفس الوقت هل فعلا اكو طوفان اذا ما كنصار طوفان جيولوجي لكن كنصار كارثة غرق شعب بكامله او شعوب بكامله كانوا ساكنين في منطقة كبيرة مساحتها هائلة ووصلتنا القصة بهذه الطريقة انا كلش فرحان لانه ارتاحيت افتهمت وفقت بين هالطريقين وان شاء الله بعدين اقدر اجاوبكم على اسئلة ناخذ فترة الاستراحة وشكرا الكم هل نحن اليوم يجب ان نقرأ القصص في الكتاب المقدس الاستفادة من جوهر القصة فقط ايه بالضبط لانه لمن يسوع يحكي مثل امثال يسوع بيها جوهر وبيها اطار الصورة كويسة بالاطار بس المهم بالصورة هو الصورة المعنى اللي بيها هذول اللي اللي ما يعرفون يقرون القصة معناته ما كنتعلمه ولا شيء فياخذون القصة حرفيا وماربولوس يقول الحرف يقتل فما يصير احنا نقع بالحرفية لازم نروح على المعنى الان بعد الاستماع الى المحاضرة كيف اقنع نفسي ليش تقنع نفسك بان ملهم الكاتب الروح القدس قبل ان يتوهم الكاتب باسطورة ابدا ما صحيح لان الاسطورة هي نوع من التاريخ اللي بينه رح يعبر الكتاب المقدس رسالة اكو فد مثل بالعربي يعجبني كثير يقول عندما يشير الاصبع الى القمر الغبي يرى الاصبع عندما يشير الاصبع الى القمر الغبي يرى الاصبع ولهذا في الانجيل ماريوحن ما يسمي معجزات يسوع معجزات يسميها آيات اشارات الاشارة لما نروح على اربيل بعد كاركوك اكو علامة تقلي اربيل وسهم ما يصير اقف عند العلامة واقول هياني اربيل لا لازم امشي باتجاه السهم فاذا اكو اتجاه ان كان بالكتاب المقدس بالديانة او بالعلم اتجاه اشنو اتجاه العلم هو المعرفة اشنو اتجاه الدين هو ايضا معرفة من نوع اخر فهل معرفتين وحدة وحدة وجدانية ووحدة عقلية هذا ما يعني ان الكتاب المقدس ما بي عقل ولا يعني ان العلم ما بي وجدان اكو عقل بالايمان واكو وجدان بالعلم يعني اكو علم يقتل مثل اغنيات عبدالوهاب ومن العلم ما قتل اكو علماء يقتلون سووا قنابل هاي الاختراعات الحديثة والتفجيرات هاي معلمية مو هالسيارات المفخخة معلم بس قيقتلون بينوا هذا العلم فاذا لا تخافون ومن انه نواجه نفسنا بهذه المعرفة زين اكيد اكو يقول ماذا نشبه العاصير التي تضرب بعض الدول اهي نوع من الطوفان كبرمودا الاخره لا برمودا غير شيء برمودا غير شيء هي هم اسطورة شوية كنت صار بثلت برمودا الاخره فاكو عاصير واكو ضربت فلبين قبل سنتين واكو اكو كوارث كونية لتسونامي اللي صار في الهند وجنوب شرق اسيا العاصير اللي تضرب عادة العاصير بامريكا كلها اسماء بنات كاترينا ومعرف هاي الكوارث هاي الكوارث ما بقيت بذاكرة الناس بقيت هاي الكارثة مع البحر الاسود هل قد كانت مهمة ويمكن اكو كارثة اخرى فاديوم اسمي لكم محاضرة عليها هل صحيح اكو سادوم وعامورة هل صحيح اكو مدينتين بلعم اللي اشتعلوا منزل النار من السماء وشعالتهم هل صحيح هل اكو دراسات على سادوم وعامورة هل هذا هم في الموضوع يسوى لكن ايضا يشبه قصة الطوفان هم اكو معلومة بالكتاب المقدس جدت متوارثة بس اليوم نعرف انه اكو ايضا فتشي يقررنا من قصة سادوم وعامورة هاي هل جنة عدن حقيقية واين تقع اه كثير اكو احلام عند الشعوب بانه اكو فتزمن فتزمن طيب كل القصص والاساطير تقول انه بالحقيقة كل واحد من عدنا ولو ما يذكر بس بطن امه كان اطيب جنة عدن كامرتاح ها كامرتاح فليش يبكي ليش يبني يطلع يبكي فالوح العاقل قال بكيت يوم ولدت وكل يوم يريني ويفهمني لماذا بكيت اه فهاي جنة عدن والحلم بانه ايام زمان انتم هالسنوات الحصار اللي كان نبي خبز اسود وهي هذي كما تتذكرونه بس من تحكون الأولاد تقولون شقد طيب كانت الدني علواء على ذلك الأيام قداس نص اللي تروح تجي بكيف كش ما بس ما تعرف أنه هذه نص حقيقة ما هي حقيقة هي الحقيقة ما الكيمهية فأصور جنة عدن بيه كثير جوانب من بين طفولتنا اللي هي دائما جميلة لما كعند مسؤولية قصص الكتاب المقدس ليست صحيحة تاريخيا ولكنها صحيحة لإيماننا ما مدى صحة هذه العبارة ما صحيحة هذه العبارة في في كلمة صحيح أكو عدة طبقات يعني أكو أكو صحة وجدانية هاي القصة ما الكتاب المقدس أخذ الكاتب وحوره وحض بيه أشياء حتى يقدمه بغير طريقة هاي صحيحة بس أشك نصار شلون صارت القصة شلون وصلته للكاتب نقدر نتبع أنا حطيت قاولي حتى أفهم هذه القصص والحكايات بس أقول لكم فد شيء صار لي أربعين سنة متخرج لها السماك ولا واحد ما أخذ اختصاصي بالعراق كله فحرامات بس أنا عندي هالقاول حتى أفهمكم ليش عندي هذا القاول أحكيكم فد قصة يقولون فد ملك فد ملك رأي يختبر شعبه بنص الشارع جافت صخرة وزنة حوالي ميت كيلو حطها بنص الشارع والناس يجون يريدون يعبرون هالصخرة منعم فيفترون ويسبون الحكومة ليش هاي الصخرة يحطوها بنص الشارع وليش وليش إلى أن جاء فد يوم فد واحد قال يا جماعة تعالوا شويا دعبلة هاي الصخرة من نص الشارع فدفع بكل قوته دعبلة واكتشف تحت ليرة ذهب ورسالة هذه هذا الذهب يقدمه الملك هدية للرجل الذي اهتم بإزالة الحجر من الشارع هذا هدية فأنا أتصور العقبة اللي قدامنا دينيا كانت أو علميا يرى دي جي واحد يحط عقل وياها أنا أريد أشوف هذا الطوفان كنصار لو ما كنصار أروح أدور بالاعتبارات دينية ما خاف لا من العلم ولا من الدين أريد أكون حق تجاه العلم والدين فاهتميته ووصلته الحجرة فلقيته قطعة قطعة ذهب ألا ترى يا سيدنا هذه المعلومات تسبب في شكوك الناس البسطاء بالإيمان الذين يؤمنون أن كلما كنت في الكتاب المقدس حصل حقيقة أنت يمكن تتشكك لا تخاف على البسطاء أكو بسطاء مفتحين باللبن أكو ناس بسطاء ما يتشككون بس هذا الخوف على الآخرين علامة ضعف لأنه الله ما يخاف أن يسلم نفسه بيدنا حتى لو نسلبه هذه الحقيقة لا تخافون على البسطاء ما ما يجي لمكش إذا اكتشفوا بأن حقائق الكتاب المقدس هي من طبقة أخرى ما هي طبقة اللي هي ما يتصوروها لأنه إذا أنت نايم وبس تعبر يم الحجرة وما تشيل الحجرة لازم تشيل هذه العقبة هذا ليش يسوع يقول طوبة لمن لا يشك فيه يعني أنا حجر عثرة له هذا خلط الإنجليزي بالعربي ومدى افتهم خطو لماذا لماذا سميت اللغات الفنلندية هنجارية والباسك والسومرية باللغات الميتة لا ما اسمها ميتة يسموها قرالو ألتائيك لا لا ما ميتة هي بس السومري ميت بس الهنجاري والباسك والفنلندي لغات حية بس ما عندها ما عندها قرائب يعني ما عندها مثل لغات مثل لغات السامية متشابهة العبري والعربي والأرامي والحبشي خوات اللاتيني والإيطالي والإسباني خوات هالشكل هاي اللغات الأربعة متشابهة من ناحية القواعد بس هل قد بعيدة مسافة جغرافية بس لقوا تشابه بيناتها وهذه النظرية مالطوفان جابت لنا الجواب أنه هذول قبل سبع تلاف سنة كنت ابتعدوا فلغة تبتعد سبع تلاف سنة أخوك إذا يسافر إلى أمريكا بعد عشرين سنة حتى العربي ما له يصير مشاقلب فإذا لا تتعجب أنه سبع تلاف سنة اللغات ابتعدت عن بعضها فإذا ما هي لغات ميتة لغات حية ما كله كتاب المقدس ما عدا سفينة نوح أسطورة يونان أسطورة اللغات في بابل ما كدفتهم هذا ما سؤال ما الفرق بين بداية الكون إلى العهد القديم إلى العهد القديم والعهد الجديد هم ما كدفتهم ما شيء يقول هل الطوفان قصة حقيها مصطورة ما حكينا نحن هذا لازم جام تأخر هذا لازم جام تأخر لماذا سمي البحر الأسود أسود حداداً على البحر الميت لا لا سمي البحر الأسود لأنه بينه بينه نوع من الأشنات بالجو الأشنات يعني مثل الشي اسمه حشائش بحالب تبين تبين لونه أسود شوية بس هو غريب هذا هذول العلماء هذول اللي درسوا هذا البحر اكتشفوا تعرفون الماء الملح أخفف من الماء الحلو فنزلوا أخذوا عينات من ماء جوة لقوا ماء حلو جوة بينما ماء الملح فوق يعني الكمية الملح الموجودة فوق أكثر من كمية الملح موجودة جوة هو البحر الوحيد اللي بينه الملوحة تختلف بين الطبقات الفوقانية وطبقات التحتية أو كثير أشياء بالكتاب ما أحكي لكم هو كلته ما هو سبب برأيك أن التقدم الكبير في العلم وتكنولوجيا هذا التقدم السريع حدث في المائة وخمسين سنة الأخيرة خش سؤال هذا فعلا السبب هو أنه العلماء ما يعني عاشوا في جو من الحرية عندهم حرية جيب حرية وخذ علامة بس إذا تجيب قيود تقيدك اجتماعية أو دينية أو أشيس ما كل شيء ما تقدر تعمل العلم ما يطيق يعيش إلا في منطقة منطقة الحرية وما كل البلاد تقدم العلم أكو تخلف هاي الحارس مالنا ببغداد كان يقل لي أبونا لا ما عليك منهم هذولا كلهم تخلف هل هناك حقائق علمية ظهرت مؤخرا ناقضة حقائق في الكتاب المقدس وكيف تعاملت الكنيسة معها إن وجدت أكو أكو كثير أكو كثير تساؤلات عند العلماء أكو كثير تساؤلات هذه التساؤلات يجب أن تكون موجودة أيضا عند المؤمنين لأنه إحنا ديانتنا ما هي ديانة الموثوقات القطعية هكذا وألا وماك غيره لا يسوع يقول والحياة الأبدية يا أبتي هي أن يعرفوك فإذن إحنا كل يوم نعرفه أزيد كل يوم نكتشفه أزيد السماء والأرض تحدثان بمجد الله السماء تتحدث بمجد الله يعني الله نكتشفه من خلال رسائل الحب اللي دزها بالطبيعة بالخلق بهالأشياء يعني أنتم تصورون من اشتغلت على هذا الكتاب ما لقيت بينه جواب لإيماني حتى لا أحطه في قصة مثل ما هي بينما ازداد محبتي أن الإنسان بذكاء باكتشاف هذا الشيء هذول العالمين تسع سنين راحوا اشتغلوا بهذا البحر حتى يلقون فالجواب كنتوا قد أدور علينا هذا الشغل رهبان العصر الحديث هم علماء اللي باحثين اللي يروح أنت شايفين ناشنال جيوغرافيك الشون يروح يتبع فد حيوان ويشوف شلون يصوروا قبل يوم ينزل باليوتيوب فد مثل سمور كنركب على ظهر أصفور وكيطيروا هذا الأخذ اللقطة الأخذ اللقطة سألونه شلون قدرت تاخذ هكذا لقطة غريبة يعني عندنا كثير أشياء ما نعرفها هسا اكتشفنا وجود وجود مثلا أسماك الطير تطلع من الماء يطير وتنزل ليش الطير ما نعرف كثير كثير أشياء احنا بحاجة أن نتعب عليها حتى نكتشفها اذا كانت قصة أدم وحواء ونوح قصص أسطورية ومنقولة من حضارات قديمة ويونان لم أبقى في بطن الحوت لمدة ثلاثة أيام خميسة جاية يا أحكي لكم سادوم يا يونان هاي إن راد لهم هم وقفة شنو قصة الحوت وليش سمكي وليش حوت وليش ليش خش سؤال هذا وعبور وعبور موسى البحر وحسب الدراسات توقعاتها مجرد مسطحات مائية وداود وسليمان لديهم سبايا ونساء بالعشرات والمئات وظلموا أناف بسطة السؤال شكرا كيف نؤمن حاشة لقدسية الكتاب المقدس بالقصص الوهمية وكيف نصدقها لماذا هذا التفخيم أشبق وهل الإيمان بالقوة بابديت كويس بالفصيح ليش ليش انتهيت بالقوة كلش خش سؤال كلش خش سؤال فعلا فعلا الكتاب المقدس هو هو مجموعة مجموعة تأكس حضارات وثقافات ومجتمعات ناس شافوا أكوفة قصة كويسة جابوها بس ما دخلوها مثل ما هي مو أشو من كان جاب أخذها مثل خشبي أنت تريد شفت خشبي برا تريد تسوي مقعد ما تجيبها مثل ما هي جيبها تقصت عدلها تسوي أثاث فإذا أنا أشوف القصة اسمها الكتاب المقدس لازم كل واحد منكم يقرأ القصة يسأل نفسه هذا السؤال ليش هاي القصة جابوها وحطوها هون وشنو الفرق بين هاي القصة والأصلية اللي كانت برا يعني هذا الخشب ترندش وانقاص وتعدل وانضرب كو ملكة وبعدين ندخل فإذا هذا هذا هو السؤال الصحيح بالحقيقة إن كان تضخيم أو كان تعديل أو كان مراجعة فهذا شيء ضروري لأنه أصلا الشعب أكو أنت ده تحكي خلفه ده تضحك صار لك نص ساعة يا تجعل محاضرة تسمعني يا تطلع برا تضحك يا أبني تخابر بالتلفون وهي ده أشوفك أنا من هوني فإذا الكتاب المقدس لازم نتعامل معانه بطريقة ذكية أما الناس اللي قبل شوية واحد قل لي بوسطاء فهذول البوسطاء يأكل على قد حاله اللي معدته مريضة ما يأكل عنبا يأكل على قد حاله بس أكو أكلات ثقيلة أكو أكلات ثقيلة بالكتاب المقدس أكو أشياء ثقيلة ويسوع نفسه يقدم نفسه كشاهد لشيء صعب بحيث قصة نيقا ديموس تجاوب على كل أسئلة التي تكم عالم عالم كبير من إسرائيل يجي بالليل لأنه مني يخاف يخاف من الكتبة والفريسيين بس يجي بالليل يلتقي بيسوع أش يقل ليسوع يقل الآيات اللي أنت تعمل هي علامة أنه أنت منعد الله بس كل شيء اللي تقوله مشكك ما نفتهم قل له يسوع بس قل له جملة وحدة عليكم أن تولدوا من فوق يقل له الشعن أولاد معقولة واحد يرجع يفوت ببطنمه ما لقى غير جواب هذا منه البسيط بالعكس هذا غشيم نيقا ديموس يسوع يقول أخفيت هذا عن الحكماء وكشفته للناس البسطاء الجوعانين فالجوعان اللي يحب يتعلم هذا رح يتعلم حتى لو كان بسيط حتى لو كان إيمانه بسيط حتى لو كان جدا فقير بس جوعان يعني هاي الأشياء اللي أنا حكيته الكمية رحت لميتوها لميتوها قديتوها من هذا ومن هذا فتحتوا كتب كثير درستوا كثير لميتوها بكل تواضع بس مال أنت تجي تريد تفتهم بلا ما تتعب نفسك بلا ما تفتح كتاب مقدس لا ما بالقوة إذا أنت تسوي قوة على نفسك أقبله القوة على نفسي يقول دخلوا من الباب الضيق لا يدخله إلا الذين يتصارعون غصبا أنت تغصب نفسك نحن في فترة الصوم لازم نغصب نفسنا شوية وهذا يمكن هو السؤال اللي الأخير العلاقة بين المعرفة والإيمان خصوصا لحماية الإيمان من أن يتحول بالمعنى الخيالي إلى أسطورة أو معرفة بدون إيمان أنا ما أصور أكو معرفة بدون إيمان ولا أكو إيمان من دون معرفة ليش؟ لأن أثنينهم يحتاجون إنسان جوعان جوعان يعرف الله الجوعان أيضا يعرف هذه الطبيعة يعني يميز لأن قصة آدم يقول العلاقة مع الله خربت بسبب الثمرة لأن الله قال له لا تأكل من هذا قد تقول لكم بذاك الأسبوع بأن قصة الثمرة هي بالضبط مثل الأم اللي تحير أشي يحط ابنه بثمه كخ لا ما يشوف حطه بثمه كيف نعلمه العجي أنه ما كل شيء يحطه بثمه هي هذه قصة الثمرة أن هذا آدم طفل كل شيء يحطه بثمه فأصعب شيء على الأم أن تعلم ابنه الخوف من الممنوعات الممنوع الممنوع ليش مرغوب أريد تفاهموني ليش كل ممنوع مرغوب لأنه نفسنا دنيئة نفسنا هاليوم هاليوم اسمعتوا فاتخبر خوفني أمراض السمنة في العالم أكثر من أمراض الجوع يعني بالكرة الأرضية اللي وزنهم زايد مليارين بشر ثلث الكرة الأرضية أكثر من الربع وزنهم زايد وأول دولة بالسمنة بالوزن الزائد هي الولايات المتحدة ثاني دولة هي الصين ثالث دولة هي الهند تاسع دولة هي مصر يمكن هذا هذا الشيء هذا الشيء اللي احنا ما قد نعرف نسيطر علينا يمكن هاي قصة آدم يا ابني سيطر على ثمك سيطر على اللي يدخل بثمك وسيطر على اللي يطع من ثمك والدنيا سصير أحسن قصة آدم هي قصة علاقة ثلاثية الله آدم الثمرة والثمرة هي كل شيء اللي يصلح لو ما يصلح شون أعرف هاي الثمرة سامة أو ما سامة شون أعرف العلم شون أعرف سامة إذا ماما قالت أو بابا قال أو الله قال فإذا كنت أنا طفل بقيته الطفل لأن بابا قال ما آكل بس خلي أسأل بابا بابا ليش قلت لي لا تاكل من هاي الثمرة ليش هذا هو السؤال فالأساطير والقصص اللي جاتي بالكتاب المقدس تخليني أطرح السؤال ليش أكو فرد معنى خلف القصة خلف الثمرة خلف آدم خلف نوح خلف يونان إن شاء الله خميس الجاي نحكي عن يونان بعد ما قررته يونان لو سادوا معامورة وعدنا وقت بعد بس أنا هاي كلها محاولاتي بهالأسابيع هي أن ندور أن ندور في فلك المعرفة حتى ننطل الإيمان حقه بس نقبر بالإيمان نقبر ما أكل مولي أن بابا قال ما أكل لأن اكتشفته أنه هاي بيا سم الديانات اللي تعمل ممنوعات غذائية أو ممنوعات أخلاقية ما عن باطل لمن يقول لا تسرق لا تزني لا تشهد بالزور لا تكذب أكو سبب الإنسان اللي يقوم على حيله ما يكذب لأن يعرف الكذب نتحبله قصير ماكو حاجة أكذب حتى حتى أبرهن فتشيه ماكو حاجة لا تسوفون الشون الشون إحنا نسقي بين الكذب بين العلم والإيمان هاي نحتاجها أكو بعد أسئلة خلاص يوم الأحهد الجاي ساعة عشرة أكو قناة اسم قناة الشرق نور الشرق راح أطلع مقابلة بالمباشر ورح تقدمني سيدة تعرفوها نجوة باسيل اللي كنت جدتي هوني ويمكن راح تيجي ها عشرة بتوقيت كم تسعة بتوقيت بيروت فاللي يريد بعد الأحد المساء ساعة عشرة بالليل أوكي نور الشرق أوكي نعم دي الله ما عندي سماعة ما راح أسمعك طينوا سماعة بنا طينوا سماعة هاي سماعة خلفك سماعة وراك وراك أوكي سيدنا العالم كوستو 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 كان في عالم كبير نقول جاك كوستو نعم فيقول من إجا شاف بالبحر الأسود أنه الماء الملح وماء الحلو ما مخبول صحيح فأشهر إسلامه لأن هذا مكتوب بالقرآن شنو هذي طلع الدعاية علينا وأنا شفتونه بعيني في قناة فضائية سألونه هذا السؤال قال ما صحيح بس هاي ما الماء الحلو وماء الملح هذه سببه سببه بالضبط موجود بهذا الكتاب لأنه الماء الحلو اللي كان في البحيرات القديمة البحيرة الجوة بقي جوة والحلو والمالح جاء من البحر المتوسط بس أقول شي لك ما دام سألت سؤال لمن كانوا يعبرون كانوا يعبرون اكتشفوا من مئات السنين الناس اللي يعبرون هذا هذا المضيق اللي يمشي من بحر المتوسط مرمرة بهالاتجاه الماء يأخذه يعني أكو أكو ماء بهالاتجاه غريبة أنه أكو مجرى أكو تيار التيار يمشي من هوني إلى هوني لما يجي يرجع لازم يستعمل مجذاف حتى يمشي من هوني إلى هوني قبل ما تيجي السفن الشراعية أو السفن هاي فأش اكتشفوا اكتشفوا فالطريقة كانوا القدماء بزمن اليونانيين والرومان من يجي يركب القارب مالتو يقبر من هوني